السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وزارة الدفاع تمنح ثلاثة رواتب لجرح الوزارة مكرمة بمناسبة عيد الجيش قررت وزارة الدفاع منح مكرمة للجرحة من قواتها وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي ووفقا لوثيقة رسمية عن وزارة الدفاع ومذيلة بتوقيع الوزير ثابت العباس فانه تقرر منح الجريح الواحد ثلاثة رواتب بهذه المناسبة ويصادف يوم غد الجمعة السادس من شهر كانون الثاني الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي حيث يحتفل العراقيون من كل عام بهذه المناسبة وقررت رئاسة أركان الجيش العراقي نهاية العام الماضي إرجاء الاستعراض السنوي بعيد الجيش إلى إشعار آخر لتزامنه مع انطلاق فعاليات بطولة خليجي 25 الدفاع تصدر توضيح بشأن مكافأة الجرحة أصدرت وزارة الدفاع توضيح بشأن مكافأة الجرحة وقالت الوزارة في توضيحها إنه نظرا لكثرة الاستفسارات من قبل الجرحة بشأن فحوى مكرمة الوزير الخاصة بهم نود أن نوضح بشأنها ما يلي بأن مكافأة الجرحة تأتي استنادا إلى المادة 75 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل للجرح العسكريين وأضافت إن المكافأة تحدد بحسب نسبة العجز لدى الجريح وكما يلي أولا من الدرجة 0 إلى الدرجة 5% يستحق راتبا واحدا ثانيا من الدرجة 6% إلى الدرجة 15% يستحق راتبين ثالثا من الدرجة 16% إلى الدرجة 59% يستحق ثلاثة رواتب وتابعت إن الوجبة 53 كانت آخر وجبة صرفت بعام 2022 وسيتم صرف الوجبتين 54 و55 في الأسبوع المقبل لمناسبة احتفالات وزارتنا بعيد الجيش الأغار السوداني يصدر أمر ديواني بترقي الضباط وزارة الدفاع إلى رتبة أعلى أصدر رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني أمرا ديوانيا بترقي الضباط في وزارة الدفاع إلى رتبة أعلى وتضمنت الترقي اللواء الركن محمود حسين واللواء الركن عبد المحسن زبير واللواء الركن جبار والي واللواء الركن محمد جاسم مطر والعميد الركن وعد طاهر والمقدم هاشم إسلام صمت وزارة الدفاع يطلق صراح العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية استنادا للصلاحية المخولة لنا بقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية الرقم 22 لسنة 2016 وبمناسبة حلول العام الميلاد الجديد 2023 وتزامنا مع قرب حلول الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراق الباصل تقرر ما يأتي أولا أطلاق صراح العسكريين من الضباط والمراتب الموقوفين عن مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية المشكلة عن هذه القضايا ثانيا على الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمونه وأحكامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر